خبر سيء تحمله الأخبار والصحف العالمية لإيران من قلب المملكة العربي الصعودية وذلك ساعة قليلة بعد أن اعترض الجيش الصعودي البطل والتحالف العربي بقيادة المملكة صباح الخميس تدميرا تمني طائرة موسيرة بدون طيار واعتراض تلاثي صواريخ باليستية أطلقتها الجماعة الإرهابية في اليمن وأقل التحالف في بيان أحبط عمل عدائي جبان من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاق طائرات بدون طيار وصواريخ باليستية وأضافا اتخذ الإجراءات الصالمة للتعامل مع مصادر التهديدة لحماية المدنيين والأعيان المدنيين يأتي هدف الوقت الذي أعلنت فيه القيادة المركزية لسلاح الجو الأمريكي الخميس عن وصول مقاتلة من طراز F-A-18 هورن تلقايدة الأمير سلطان في المملكة العربية السعودية وقلت القيادة المركزية في بيان يأتي هذا الإجراء لتعزيز قدرة القوات الأمريكية لردع العدوان وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتجنبنا لأي صدام محتملا وأضافت أن ذلك يؤكد جاهزية الجيش الأمريكي على نشر قوته وتوظيفها في أي مكان حول العالم وفي أي لحظة من جانبه أوضح الجنرال غريك جيلوت قائد القوات الجوية المركزية إن تلك العمليات ترفع من كفاءة نقل القدرة القتالية إلى مصرح العمليات في الوقت المناسب في حل حدوث حرب تماما عندما تكون مطلوبة وليس فقط في حالة الحاجة إليها وأشار إلى أن العمليات الديناميكية وتوظيف القوة لقادة القوات المشتركة تساعد في إمكانية تحريك القوات بسلاسة ومرونة داخل مصرح العمليات وعبره من خلال الاستحواذ على المبادرة والاحتفاظ بها واستغلالها ضد الخصوم وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سائق أن التعزيزات العسكرية الأمريكية هدفها سون الأمن الإقليمي ومواجهة أي محاولات تهدد الاستقرار في المنطقة وأوضحت أن المملكة ترى في الشراكة العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية امتدادا تاريخيا للعلاقات الاستراتيجية والتوافق في الأهداف لضمان الأمن والسلم الدوليين وهذه المقاتلة التي أتت بها الولايات المتحدة إلى قلب المملكة العربي الصعودية هي مقاتلة F-A-18 هورناتا مقاتلة متعددة المهام أمريكية تعمل في كل الظروف الجوية بإمكانها تدمير الأهداف الجوية والبرية وتستطيع العمل من حاملات الطائرات والقواعد البرية وبإمكان الطائرات القيام بعدة أدوار وهي التفوق الجوي والعمل كمقاتلة مرافقة وإخماد الدفاعة الجوية المعادية والاستطلاع والدعم الجوي ومهام هجومية بالليل والنهار وبعد هذا التصعيد العسكري أعلن وزير الخارجية الأراني محمد جواز ظريف استعداد بلاده لإقامة علاقات وثيقة مع الصعودية نقلت وكالة أسوشيت بريس تصريحة أدل بها ظريف خلال زيارته للعاصمة السورية دمشق قال فيها إنه يأمل أن تؤثي المحادثات الأخيرة بين الجانبين ثمارها وأن تؤدي المزيد من التعاون لتحقيقها لاستقرار والسلام في المنطقة وخصوصا في اليمن مؤكد ظريف نحن بالتأكيد جاهزون ومستعدون دائما لعلاقات وثيقة مع الصعودية وكان وزير الخارجية الأراني محمد جواز ظريف قد وصل الأربع إلى دمشق لتبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية وللاطلاع على آخر المستجدات في الأراضي المحتلة أما رئيس الوزراء العراقي برهم صالح فقد استقبل النائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وبحث سبول التعاون وأكد برهم صالحة همية تطوير العلاقات بين الجانبين وتوطيذ أفاق التعاون في مختلف المجالات كما شدد على ضرورة العمل بالاتفاقات ومذكرة التفاهم الموقعات بين البلدين في مجالة الأمن والاقتصاد والاستثمار وتعزيزها بمزيد من التعاون والتنسيق المشترك وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وأشهد الطرفان بعمق وتطور العلاقات العراقية السعودية وحرس البلدين على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيقة وأشهد إلى الدور المحوري للسعودية في المنطقة العربية والإقليمية كما أكد على أن العراق الآمن المستقر ذو السيادة والعلاقة الوثيقة مع عمقه العربي وجواره الإسلامي هو مرتكز في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة ومن جانبها كد الأمير خالد التزام المملكة بدعم أمن واستقرار العراق وتعزيزها واصل التعاون بين البلدين في مجالة الأمن والاقتصاد والاستثمار بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين